بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم تفسير الأحلام وقصة شمويل اليهودي التاجر كان هناك رجل يسمى شمويل اليهودي شمويل اليهودي وهو يهودي مش اسمه كده هو اسمه شمويل وكان تاجرا وكان ديانته يهودية وكان يحب أن يقص أحلامه ومنامه على علماء المسلمين حتى يفسر له منامه في يوم من الأيام نام وفي منامه جاءه أن الملائكة تصلي عليه رأى الملائكة تصلي عليه فذهب إلى عالم مسلم يفسر الأحلام فقال له أنه رأى في منامه أن الملائكة تصلي عليه فما تأويل هذا المنام فالعالم قال له أنك ستسلم إن شاء الله في المستقبل وسيكون لك شأن أن الله سبحانه وتعالى يخرجك من الظلمات إلى النور من ظلمات الكفر والضلال التي أنت عليها إلى نور الإيمان والإسلام وانتراح الصدر واستدل العالم بقول الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيمة فاليهود ده حلم في منامه اللي هو في منامه اللي هو شاف الملائكة بالصلي عليه فاستدل العالم الذي سأله اليهود عن تفسير هذا المنام بقول الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته فالملائه ربنا قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور يعني الرجل ده يخرج من الظلمات الكفر اللي هو فيه إلى نور الإيمان لأن الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيمة بس ده تفسير هذا المنام وهذه قصة شمويل والظلمات تقسم هناك ظلمات الكفر وظلمات الفسق وظلمات الفتن واحد تعايش في ظلمات فتن هتحس اللي هو عينه مظلمه مش شايف فتن مفتون بقى بالمقدرات مفتون بالنساء واحدة تانية عايشة في ظلمات المقدرات وظلمات صحبتها الفسقات يعني واحدة تلاقيها كده متجوزة وربنا كرمها وحفظها في بيتها وليها أولاد ومية مية وجوزها كويس وتلاقيها تلموا عليها صحبات تلمت عادة صحبت لها كام واحدة من برة فسدوا دينها خلوها تفتح مش عارف مواقع ايه خلوها تهمل في بيتها يخلوها تتجرع على جوزها ليه يعمل معاك كده ليه لا 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 زي البرامج اللي انت بتشوفها في التلفزيون تلاقي قناة مش عارف اسمها ايه وقناة اسمها ايه تلاقي تقول له اه لو جوزك عمل معاك كده تعملي معاك كده ولو جوزك عمل معاك كده تعملي معاك كده ولو كذا تعملي معاك كذا ما سمعتش الحديث اللي بيقول ان يعني أوسع حاجة تخش بيها المرأة الجنة دخلت من اي ابواب الجنة تشاءت من ضمنها واطاعت بعلها اطاعت زوجها فما فيش الكلام ده لو الزوج كان متنلفز شوية في الشغل ولا حاجة وحصل مشاكل وبيجيب بالرزق واكل عيش لبيته ييجي البيت لو تنرفز شوية تفتح التانية على مراته مراته تسكت عبا لما يهدى بعد كده تكلمه معاديش مالك في ايه والكلام ده الكلام الديني ده لا ممكن تروح جاية فتحة التلفزيون تلاقي بقى القناة تقول لها لا يتنرفز انت مالك انت حرة انت ليه وانت مش عارف انت بهي ما تعمل معاك كده انت كان تهيك تخرب البيت واكتر اللي بيعملوا ببرامج دي في التلفزيون مطلقات ايه اصلا تجربتها مش نجحة ايه اصلا لما عامد كده جوزها عطاها كزا وطلقها طب يا الله اخلاعي مع السلامة جاية بقى ايه عندها كده من الحريم اللي هي متجوزة عندها كده منهم ازاي تجوز بلايهم ما حسن مني طب انا بطلع متبرجة اهو سفلة والية ادب انا بطلع في البرامج كده يبقى ازاي عندها كده منهم عايزة تطلقهم تعمل بقى برنامج وقناة ومش عارف ايه والبحث اللي بيتبحث عني في جوجل ومش عارف في اليوتيوب والناس منتهى الجاه يسألوها كنها عالمة اكناها السيدة عائشة الصغفاء الله العظيم او يسألوها كنها السيدة مريم يكلموها كده ايه جزي عمل معايا كده ايه رائيك تقول لها لا سبيلو بيت مش عارف ايه لا خصمي لا بصي له كده وتبص بصات بصي له كده من تحت لتحت اقول انا بحبش الكلمة وهو الزوج مش هيجي بالطريقة دي ايه لو كانت استعانت بربنا عليه لو قايت لا لا استعيني بربنا سبحانه وتعالى ربنا يهدي زوجي ربنا كزا وحاولي وقتل بزوجك مش عارف هدية وعملي جوزك كزا وانتي زعلانة زعلة كده بهدوء وسكينة انا زعلانة وكاوات لما الزوج يبدأ اللي هو يزعن كده البيوت ما تخربش فده من ضمن الظلمات الظلمات اللي الواحدة تعيش فيها انا قلت الموضوع ده الموضوع ده هم جدا وكل النت بيبحث عنه تقول لك نبحثه عن مش هباحبش اجيب اسامنة نبحثه عن فلانية عشان تقول لها نعمله مع الازواج ده النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة اللي احنا نسمع منها قد كان لكم فيه رسول الله اصوات حسنة مش لو قد كان لكم فيه كزا اصوات حسنة لا 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 ففيه من ضمن الظلمات الظلمات اللي بتخرج النساء دلوقتي من بيوتها مش من الظلمات للنور لا بتخرجها من بيوتها بتخرجها بتتميها برا تخلي ببيتي يتخرب اه وطلع لك يقول لك قانون نعمل قانون كذا وقانون كذا وقانون كذا وقال لما الرجل نفسه قول لك والله ما انا متجوز اتجوز 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 حتى متجوز يحمي طلق يروع عامل قوانين غريبة وحاجات غريبة اما الدين الله سبحانه وتعالى قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجة لتسكونوا اليها وجعل بينكم مودة اللي هم عقولهم عقول كذا دول لا لا مش همه دول مش همه بس فين كل واحدة بتسمعني دلوقتي بتخلي بالها من النقطة دي انا قلت اتكلم فيها عشان فيش حد يبتكلم فيها خالص العلماء يتكلموا بلك تفسير احنا عارفين كذا بس لازم الحاجات الواقع نتكلموا فيه نتكلموا في التفسير وفي القرآن اولا الحاجات دي وفي الفقه وكل حاجة وفي العقيدة قبل كل ده وكل حاجة بس الحاجات اللي هي بتتحدى المجتمع دي اللي هي خلت مصر الاولى على الطلاقة حسب الاحصائيات الاولى على الطلاق والمحاكم مليانة والدنيا مليانة والحكومة مشغولة بسبب بسبب الطلاقات ومش عايفين يعملوا ايه مع كم الطلاقات اللي بتخرج لهم كل يوم والقاضي ده محتار معادي والقاضي محتار معادي ومحتار معادي وقاعد يصلح من كذا وكذا وكذا ليه تم طعبين حكومتكم طعبين بلادكم وطعبين ازواقكم وطعبين كذا دب وليه ليه طيحنا وماشينا بالدين مش هبقى فيه اي حاجة من كلام ده. فمن ضمن الظلمات اللي اتكلموا عليها اليوم الظلمات اخراج النساء من بيوتها يترموا بره واتخروا ببيوتهم. كان في واحدة كنت بحكي معها. كانت ولية كبيرة يعني حد يقول لك ده بيحكي مع الحريم اهو اهو الشيخ بيحكي مع الحريم عمال لي يقول لك مش عارف ايه. لا لا كانت انسانة يعني حاجة كبيرة عجوزة يعني. وكانت تقول لي وانا كنت صغير في السنة عن كده. كانت تقول لي في الدين تحكي معايا في الدين يعني تقول لي انا اعمل لك تب والدين ايه حكم ايه هنا وحكم هنا. فمن ضمن الحاجات انا بقى سألتها. قلت لها وما النساء مالهم بيتخرب بيوتهم ليه كده كتير. فقالت لي ايا استدلت بها. قلت لي كانت هي مسلا كانت قاعدة في المواصلات. وقالت لي يا ابني ربنا بيقول يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. فهمت لها جزاك الله خير يا حاج. جزاك الله خير صح والله. ربنا قال كيه بصوت الحشر الخبونة بيوتهم بايديهم. ايه بتخرب بيتها بايدي. وبعد لما خلصت معي الحوارة حتمسجها سجارة من جيبة وحتمطلعها وشربها. فهنا بيتقول لها لا يا حاجة كده حرام. تم انت زي بتقول لي كده لا كده حرام. وده ايه? وجات النصيحة. فيعطتني نصيحة اقولت ايه? اقول لكم الموكف ده يعني. فهي حتى مش عارفة اللي بيدورها في دينها. يعني اكتر النساء مش عارفة. اه. وتجي لك بقى كده في البرنامج تقول لك تقول لك الكلام ده. تسمعيش كلام حد هتخرب بيتك. ايه ما تطلعها اصلا. اللي في البيئة اللي في البراءة الناس اللي في البرامج ولي تقول لك اعملي كذا وكذا. لا لا لا. اسمعي كلام ربنا سبحانه وتعالى. ومش بتكلم حد اسأل الله ان يهديهم جميعا. اسأل الله ان يهديهم جميعا. ولكن ده تحذير. ده تحذير. ونحن النهاردة تكلمنا بتفسير قصة شامويل وتكلمنا عن قصة النساء بتخرج من بيوتها من الظلمات الى النور دي. من النور الى الظلمات. من نور البيت الى الظلمات. الطلاق والشغل. تطلع بقى اوما يطلق تندم تقول ايه ده? تطلع بقى تشتغل ان تأكل عيالها وتطلع تشتغل مش بعدها ما تخلص النفقة النفقة العدة والنفقة المتعة والكلام ده. خي بعدها ما تخلص الفلوس دي ويجي لها بفلوس مش عارف ايه? تبدأ بقى تشتغل عشان الازواج وتشتغل عشان قصدي عشان اولادها وشغل عشان تاكل وتشرب طبع على ايه? خليك فيتك وما تسمعيش تكلم حد يسمعي الكلام ربنا والموضوع ده هم جدا. حتش قول انت اتكلمت ايه ده مال وتخرج الموضوع ده خل الموضوع ده. لا. انا بتكلم وبقصد فئة معينة هي اللي ايه? هتسمع الكلام ده وهي اللي بتتبع الكلام ده. عشان كده اتبع النبي صلى سلم واتبع منهج ربنا وسنة الرسول وانخوة للرسول صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله انتظرونا بعد غد في تفسير الاحلام. وان شاء الله بكرة كل يوم نتكلموه في موضوع تاني مش لازم تفسير الاحلام. يعني تفسير الاحلام ده يوم ويوم يوم ويوم. واليوم اللي انا بمزش فيه تفسير الاحلام بيبقى يوم بنزله فيه قرآن بنزله فيه احاديث شرح اي حاجة بسكر كل يوم الساعة ومساعة تنتظرونا وما تنساش دلوقتي اللي انت تضغط على كلمة اشتراك حتى يصلك العلم ويصلك كل جديد وما تنساش بعد ما تدوس كلمة اشتراك هتلاقي علامة عاملة كده تدوس عليها دي بتاعة الاعجاب عشان يصل للعالم كله الكلام ده وينتشر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين